بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام على الشعب الفلسطيني المظلوم السلام على الشعب الفلسطيني المجاهد السلام على المجاهدين في فلسطين السلام على نساء الفلسطينيات التي اليوم سطرا أروع الملاحم والبطولات حينما واجهنا المحتل الغاصب السلام على الشباب الفلسطين الشباب المجاهد الواعي الوطني المثقف نقول لكم سيروا وعين الله ترعاكم فإنكم منصورين فإنكم سوف يتحقق الناصر حتما على أيديكم السلام على المجاهدين في حركة حماس السلام على المرابطين نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أنصار القدس المختصبة من قبل الإسرائيليين المقتصبين اليوم سماحة السيد القائد مختدى الصدر واساكم ويعيش معكم هذه المأساة وكذلك باقي الأخوة المجاهدين في جيش الإمام المهدي عليه السلام وكذلك لواء يوم الموعود وسرايا السلام الأبطال الذين هم قلوبهم معكم ولكن نقول يا ليتنا كنا معكم أيها المجاهدون أيها الفلسطينيون يا من تقاومون المحتل يا ليتنا كنا معكم لكي نلقنهم والضربات العراقية والضربات الصدرية التي عانى منها المحتل وعانى منها الدواعش وعانوا منها الطائفيون المجرمون بإذنه تعالى سوف ندخل هذه الأرض الطاهرة وسوف يرون أن المجاهد العراقي بقيادة سماحة وتحت لواء سماحة حجة الإسلام والمسلم سماحة القائد العالمي سماحة السيد القائد مقتد الصدر سوف نكون جنودا أو فياء ومطيعين تحت رايته ألا وهي راية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله يا شعب الفلسطيني أيها المجاهدون قاتلوهم ولا تمهلوهم هؤلاء المختصبين الذين لا يريدونه للشعب الفلسطيني العيش ولا إلى نساء الفلسطينيات وإلى أطفال الفلسطين وإلى شباب الفلسطين العيش في أراضيهم سالمين غانمين ولكن نقول لكم نحن معكم قلبا وقالبا وسوف يأذن الله سبحانه وتعالى بالدخول إلى هذه الأرض الطاهرة وسوف نسحقهم بإذنه تعالى بقيادة سمحة السيدة القائد مقتدى الصدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين والمرابطين في فلسطين والقدس المقتصبة من قبل الصهاينة المجرمين شكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة